بمدينة الرشيدية فتحت المؤسسات التعليمية أبوابها من جديد للتلاميذ الذين عادوا بعد العطلة الصيفية إلى صفوف التحصيل الدراسية مدرسة أزمور الجديد بالرشيدية شأنها في ذلك شأن باقي المؤسسات التعليمية استقبلت ما لا يقل عن 978 تنميذة وتنميذة معلنة بذلك انطلاق الموسم الدراسي الجديد بالنسبة للدخول المدرسي دست الأجواء في جو يسوده النشاط الفراح تم دخول التلاميذ يوم 5 اشتنبير 2019 تم توزيعهم على الأقسام بالنسبة للأساتداء التي تحقوا في الموعيد المناسب لهم الحمد لله هذه السنة المؤسسة لا كانت تعرفش خصص الأجواء كانت مزيانة أجواء الدخول المدرسي الحالي الذي اختير له شعار من أجل مدرسة مواطنة دامجة مر في ظروف جيدة همت كافة المستويات الإدارية وتلك المتعلقة بالبنيات التحتية والدعم الاجتماعي الأجواء مرت في هذه المدرسة في أجواء حسنة وقد توصلوا جميع التلاميذ بجميع اللوازين المدرسة بما فيه المحافظ والأدوات المدرسية في إطار مبادرة الملكية لمليون المحفظة وفي إطار تفعيل مقتدية المقرن الوزري تمت برمجات أسابيع لتخويم التشخيصي وبرسم الموسم الدراسي الحالي استقبلت المؤسسات التعليمية بإقليم راشدية نحو 105,305 تلاميذ وتنميذات من بينهم 97,566 بتعليم العمومي و7,739 بالتعليم الخصوصي وتؤثر الدخول المدرسي الحالي بالإقليم عدة مقتضيات من ضمنها استراتيجية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بتنزيل وأجرأة برنامج العمل الملتزم به والقانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا